بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم أخواتي الفاطلات أهلا وسهلا بكم جميعا في قناتكم قناة معلمتي أبناء الأعزاء أهلا وسهلا بكم جميعا إن شاء الله يارب تكونوا أخذتم قسط من الراحة ليخليكم جد وطاقتكم وتبدأوا بداية جديدة وموفقة بحول الله وإن شاء الله كما قلنا الفصل الثاني يكون فصل رائع إن شاء الله بالدراسة والاجتهاد والإبداع بحول الله ولداتي اليوم إن شاء الله الكثير الكثير يعاني من صعوبة في كتابة الوضعية الإدماجية لذلك درس اليوم مخصص لأبناء تلاميذ السنة الثالثة إلى غاية سنة خمسة ابتدائي ثم المتوسط لأنه نفس المشكلة نلقاها عند تلاميذ أو طالبة المرحلة المتوسطة الآن هذه الطريقة أو هذه الأسلوب يفيد أو ينفعنا في تحسين كتابة وضعية إدماجية وهو من بين الطرق التي قد تساعد التلميذ في كتابة وضعية إدماجية أولا نحن نقرأ أي نص في أي ميدان أقرأ لكم اخترت لكم نص عن الخريف ثم نبدأ بالطريقة الخريف عندما أقبل فصل الخريف أخذت الرياح تهب بقوة بقوة معلنة عن انتهاء فصل الصيف واقتراب فصل الشتاء وبعد أن كانت السماء صافية أصبحت ملبدة بالسحب الكثيفة الداكنة السوداء وتعرت الأشجار التي كانت مكسوة وتناثرت أوراقها على الأرض كتناثر العبارات أما الطيور فقد سكتنا مكتئبات فالطبيعة وجهها شاحب عريت من الأزهار والبسمات في هذا الفصل تفتح المدارس أبوابها أبوابها لاستقبال التلاميذ الذين قذوا فترة من اللهو واللعب ها هم أولاء قد توجهوا إلى مدارسهم بحيوية ونشاط عظيمين وقد ارتدوا أجمل ما عندهم من ثياب يكون فيه المصطلح اللي هو العنوان يكون فيه المفردات وتكون فيه الجمل البسيطة هذه كخطوة أولى لماذا؟ لأنه فيما بعد نستخدم الجمل المركبة ومن الأفضل أنه التلميذ هنا يقوم بالنشاط دون مساعدة تترسخ الكلمات والعبارات ومفردات الجديدة بذهن التلميذ لازم يقوم بهذا النشاط بمفرده إذن قلنا الخانة الأولى ماذا يكون بها أو العامود الأول ماذا يكون به المصطلح اللي هو الخريف الآن المفردات القريبة من المصطلح هنا التلميذ ماذا يفعل؟ يستخرج جميع المفردات يعني الكلمات ليست العبارات أو الجمل الكلمات الخاصة المرتبطة بهذا المصطلح الرياح، السحوب، عودة التلميذ، المدارس، التلميذ عندنا الطيور، عندنا الطبيعة، الأشجار كل المفردات أو الكلمات المرتبطة بهذا المصطلح الآن إذا كانت مفردات جديدة مثلاً لا بأس أن يسطر عليها كي تبقى راسخة راسخة بذهنه إحنا قلنا أن الدراسة الآن لا تعتمد فقط على الحفظ لا تعتمد علينا أن نشغل كل حواسنا الآن نأتي إلى العمود الثالث هنا يستخرج التلميذ عبارات أو جمل لفتت انتباهه وهي مرتبطة بالمصطلح أو العنوان هنا الرياح تهب بقوة السماء ملبدة عندنا الطيور سكت الطبيعة وجهها شاحب هنا عندنا عندما يقرأ التلميذ نص واثنين بهذه الطريقة ثم يستخرج هذه الجمل وهذه المفردات سوف تترسخ وآتي بموضوع نص آخر مثلاً حول نص الخريف ويقوم بنفس النشاط ثم بعدها يكتب يكتب بعدما ترسخت لديه هذه العبارات وهذه المفردات يكتب الآن نص من إنتاجه هو اعتماداً على هذه النصوص ولما تعتمدوا أخواتي خصوصاً تلميذ سنة خامسة أخواتي مننا الامتحان نهاية سنة بحول الله بحول الله راح تجدوا إن شاء الله نتيجة وهذه مهارة من المهارات يمكن أو طريقة من الطرق مرة أخرى راح نشوفوا طريقة أخرى أترككم في رعاية الله وحفظه ونقلكم في أمان الله